أنت خطب يعلم الناس إقامة الصلاة إقامة الصلاة ليست في المسجد وين؟ إذا خرجت من المسجد هل تقيم ما أهدت الله عليه؟ آه إقامة الصلاة ليس إقامتها في وقتها هذا أداء الصلاة في وقتها آه إنما إقامة الصلاة أثرها عليك إذا وقفت الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين قد قلتها فسجلت وأجلت وجئت في يوم لا ريب فيه ووضع الكتاب قد قلتها ما شاء الله أن تقولها وحينما خرجت ماذا فعلت؟ أنا لا أريد أن أبكي في هذا المبوع لأن فيه كثير أهمل إذا خرجت من باب المسجد حلفت بغير الله وسلمت القدر للجن والعين والسحر فأيها إياك نعبد وأيها إياك نستعين أقن قيامك كي لا يكون غاشية طعام ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع كذلك الركوع من قال سبحان الله العظيم فقد شهد على نفسه بعظمة الله إذا خرج من باب المسجد يدخل يده في جيبه ينظر هل تخرج بيضاء من أموال الناس هل يبر والده هل يسلم جاره بوائقه هل يمط عن الطريق عائقه فمن هو العظيم سبحان رب العالم هذه الشهادات الأربع في الصلاة شهادة الخلي على نفسه إن الله واحد وأنه عظيم وأنه علي وأن له رسول يطع بأبله هذا هي ما يسمى بفهم ولذلك إذا أقمنا الصلاة فأقمنا الدين لو أقمنا الركوع لأكلنا في شوارعنا من نوافتها